السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بك في درس جديد على موقع كوردازل كما رأيك تشوف كملنا مع الوحدة الرابعة ولكن الآن سنتقل الوحدة الخامسة وما زلنا مع أدوار الفروتينات في العضوية ولكن هذه الخطرة سنرى دورنا في الاتصال العصابي يعني في كل دروس هذه الوحدة سنتحدث على العصاب والسيالات العصابية وما إلى ذلك وكأول درس نبدأ به اليوم هو آلية النقل المشباكي عناصر درس لهذا اليوم أولا سنرى عواقب تنبيه الليف العصابي قبل المشباكي ثاني عنصر سنتعرف على مبدأ تقنية باتش كلام ثالثا سنرى تقنية تطبيق كومون مفروض على غشاء الليف العصابي العصر الرابعة سنتعرف على هذه الألية وهي آلية النقل المشباكي العصر الخامس هو مقر تأثير المبلغ الكيميائي آسيتيل كولين في العصر السادس سنتعرف على بنية المستقبلات الغشائية لهذا المبلغ آسيتيل كولين وفي الأخير سنتعرف على عمل هذه المستقبلات الغشائية إذا قبلت كامل من بدي تطر نعطيك مثال بسيط بش تفهم به مثلا إذا حطيت يدك ما ساخن ولا فوق حاجة سخونة وش رح تدير هتخلي يدك لا رح تتاخد رد فعل لا إرادية يعني لا إرادية رح تبعد يدك شكونا اللي اعطا الأمر اللي يد بش تبحث عن هات المنطقات الساحينة اللي تشكل خطر بالنسبة لنا هاتا اللي رح نتفهموه اليوم فاحنا طبعا كعضوية أي حاجة تصرى الداخل تدخل العضوية من الخالية وروح رايح أو حتى أفعال لا إرادية كل شي يتحكم بها المخ لماذا؟ لأنه المخ كما تعرفت متشكل من نسيج عصابي وهذا النسيج العصابي فيه جموعة من العظومات يعني نسيج المخ متشكل من خلايا عصابية مرتبطة فيما بينها بواسطة مشابك وش هي هاد المشابك؟ المشبك هو منطقة التماس الوظيفي أو منطقة اتصال؟ ما بين عصبون وآخر؟ أو ما بين عصبون وخالية منفذة؟ يعني قدر يكون المشبك عصابي عصابي يعني بين عصب وعصب آخر وقدر يكون عصابي عضالي مثلاً ما بين عصب مع عضالة أو عصب مع خالية غدية كالغدد إذن المشبك يتشكل من ماذا؟ يتشكل من عنصر قبل مشبكي يعني خالية قبل مشبكية وعنصر بعد مشبكي ولا خالية بعد مشبكية بينتهم كاين هاد الفارغ اللي يسميهه بالشق المشبكي ما هو الدول تحت المشبك؟ المشبك هو اللي يسمح بنتي قال المعلومة من عصب إلى أقر إذا رجعنا للمثال سعنا من تحت يسيدك فوق حاجة سخونة هادا رح يرسل إشارات للمخ على أنه هذا الشيء خاطير بالنسبة ليك كعضوية لأنه المخ دايما يحاول يحميك فلما ترسل هاد المعلومة إلى المخ رح يترجمها إلى رسالات كهربائية اللي رح تنتاقل ما بين خلايا المخ اللي هي العصبونة كيفاش تنتاقل؟ تنتاقل من عصبون إلى آخر عن طريق هاد المشابك اللي رح نضحتو فيها لما تنتاقل المعلومة من المشبك إلى آخر إلى آخر حتى توصل إلى العضو انتعنا اللي هو اليد فالرسالة اللي رح توصل اليد هي رسالة تعرضت فعل لا إرادي لكي تبعد عن هذه المنطقة ساخنة هذا كمثال بسيط لكي تفهم ولكن كنجون تشوفوا الأمثلة فأي حاجة في جسم الإنسان إلا وتأخذ أمر من هاد العصبونة يعني أي خالية ما تقدر تدير تحت حاجة حتى توصلها المعلومة من المخ بواسيطات المشابك باش نزيدون نفهمه أكثر نضطرقون لدرس عليونه كأول عنصر هو عواقب تنبيه الليف العصبي قبل المشبكي يعني إذا نبهنا خالية قبل المشبكية واش رح يستمر من بعدها باش نفهمه هاد الشيء روح نلاحظ الوثيقة سبحان 128 اللي هي عبارة عن تركيب تجريبي يعني تجربة لليف عصبي يعني عصب متصل بليف عضالي يعني كما رك تشوف هنا عنا عصبون قبل المشبكي متصل مع خالية بعد المشبكي اللي هي في هذه الحالة عضالة فالمشبك العصبي العضالي كملاحظة يشكل لنا ما يعرف باللوحة المحركة فهنا فقط العنصر آلف يمثل مشبك عصبي عضالي هنا فقط باش تفهمه الآن واش دلنا اول حاجة نبهنا تنبيه فعال اللي في العصبي قبل مش باكي فهذا تمحلنا بتسجيل المنحنيين واحد واثنين اذا ما تفسير هات المنحنيين فكلا المنحنيين اللحظوا بانه كانت ناقص ستين ميلي فولت لما نبهنا تنبيه فعال يعني قوي طلعت حتى العشرين ميلي فولت ومن بعد عاود الى ناقص ثمانين ثم سقر اذا كتفسيره نقولوا بانه يمثل تسجيلا واحد واثنين منحنيين كومون عمل احادي الطور لانه هاد المنحنى يمثل كومون عمل وهو عبارة عن ظاهرة كهربائية يعني تنبيه العصب قبل المشباكي اعطانا تسجيل كوموني عمل زوج واحد في العصبون قبل المشباكي والاخر في الليف العضالي يعني في الخلية بعد المشباكية وكومون عمل نسميها ايضا موجة زوال الاستقطاب يعني موجة تعزوال او نهاية استقطاب الاستقطاب هو الراحة يعني الخلية كانت في حالة راحة لما نبهناها اعطتنا كومون عمل فنعاود نقول بانه المنحنى الاول سجلنا على مستوى الليف العصبي قبل المشباكي بينما المنحنى الثاني فسجلنا على مستوى الليف العضالي يعني اذا عطيت فرادية نقول بانه تنبيه كانت الخلية قبل المشباكية ولكن وصل حتى للخلية بعد المشباكية يعني كومون العمل اللي كان في الخلية قبل المشباكية تحرك وانساقل الى الخلية البعض المشباكية هذه فقط تبقى كفرادية اذا من هذه التجربة واشنستنجو كنتيجة نقوله بانه تنبيه الفعال للخلية قبل المشباكية يعني كنبه الخلية قبل المشباكية بتنبيه يكون فعال وقوي كما في هذه الحالة راح يؤدي الى تعاقب ظاهرة كهربائية ثم كيميائية ثم كهربائية مرة اخرى كيفاش؟ كي نبهت لاحظ ظهور ظاهرة كهربائية اللي هي موجة دوال الاستقفاض ولا كومون عمل هاد كومون عمل راح يتمشى من النقطة اللي نبهت فيها الى غاية الزر المشباكي تاع هذا الليف قبل المشباكي هذا هو الزر المشباكي لانه عنا الليف طويل في الاخير ينتهي بزر مشباكي اذا لما نبهت في هذه النقطة تاع الليف راح تنساقل الظاهرة الكهربائية على شكل كومون عمل على طول الليف حتى توصل الى الزر المشباكي ثم مرهد الظاهرة الكهربائية الاولى راح تجينا الظاهرة كيميائية كيفاش؟ كيميائية تتم على مستوى الشق المشباكي يعني سيتم افراز مبلغ كيميائي ما نشعر فينه اسمه سيتم افرازه من طرف الخلية قبل المشباكية في الشق المشباكي ثم حجينا الظاهرة الكهربائية ثانية على مستوى الخلية بعد المشباكية يعني هذا المبلغ لأفريزها في الشق غادي ينقل انها تكونون العامل مرة اخرى الى خلية بعد المشباكية كما تطلح ثم ينتقل على طول الليف بعد المشباكي وهكذا من عصبون الى اخر من عصبون الى اخر حتى تصل الى الخلية اللي لازم تنفدها ذاك الامر اذا فقط نحن نذكر بانه النقل المشباكي يكون ظاهرة كهربائية ثم كيميائية ثم ظاهرة كهربائية مرة اخرى الآن العنصر الثاني ما الدرس وهو مبدأ تقنيات باتشكناع علاش لانه انتقال هاد السيالة العصبية سيالة ولا الرسالة العصبية كيف كيف انتقال هاد السيالة العصبية على مستوى ومشبك يرتبط بتغيرات كومون الغيشائي يعني نشوفو كومون هاداك الغيشاء هاداك الليف اذا كان كومون عامل ولا كومون راحة يعني راحة حالة استقفاض باش نعرفو هادشي كاين بزاف تقنيات دقيقة تبين مصدر هاد كومون احطينا ميتال واخدينا ميتال هو تقنيات باتشكلانب باتشكلانب معانتها هي قطعة من المشبك يعني راح ناخدوا قطعة من المشبك وندرسوها فهذا التقنية وضعنا مصة زجاجية مجهرية على غيشاء الليف العصبي خلاص بها سائل ناقل وهي متصلة بجهات حساس جدا لسيارة كهربائية ثم نطبق احدى الطرق الثالية بقدر تلاحظ الوثيقة سفة 130 راح نطبق كل طريقة على حين يعني فهذا المصة كاينساء الحساس لتغيرات سيارة كهربائية هذا اللي يسمح لنا باش نعرف اذا كان هذا الليف فيه كومونات ولا ما فيه كطريقة اولى وش دلنا عزلنا قطعة من الغيشاء الويولي غير عزلناها ما قطعناها شم بلاستها غير بلاستها وعزلناها فيها قناة واحدة او اكتر دون فصلها يعني رفدنا خلية او عصبون عزلنا قطعة من الغيشاء الويولي التعاب بحيث يكون فيه قناة واحدة ولا بزاف ولكن دون فصلها هذا نسميه الشبط الخفيف هذا باش ندرسه على جدرنا هادشي الهدف هو باش ندرسه سيارات اللي يتمر عبر هاد القناوات يعني باش نعرفه اذا كاين طيارات تمر من خلال هاد القناوات كملاحظة عادة طيارات تكون متعلقة بالشوارد بمعنى اخر باش ندرسه اذا كاين شوارد تدخل و تخرج على هاد القناوات طريقة الثانية من نفس التجربة وجدرنا جعلنا محتوى الخالية يعني الهيولات على اتصال مع المارسة المجهرية باش ندرسه سيارات اللي تمر عبر مختلف القناوات يعني من الضقنا غيشة الهيولي درنا شفط قاوي شفطنا الهيولة و خليناها تكون مع سائل اللي رح نوجود في المارسة المجهرية باش ندرسه باش ندرسه الطيارات اللي تمر من مختلف القناوات اما الطريقة الثالثة فعزلنا ثم نفصلناها كمبلتنا باش ندرسه باش ندرسه باش ندرسه باش ندرسه الطيارات اللي تمر عبرها فهذا الطريقة نسميها طريقة العزل ونفصل نعزله ثم نفصلوها كليا اذا ما لازمش تفهم بليدرطاي هذا التقنية وانما تعرف الهدف الاجمالي منها تفهم المبدأ الساحة فالهدف الاجمالي منها هو ندرسه الطيارات على مستوى ليس عصابي سواء داخل الخلية ولا عبر القناوات اللي تكون فيها هذا هو المطلوب منك الآن نروح للعنصر الثالث مدرس وهو تقنية تطبيق كومون مفروض على غشاء الليف العصابي واشدر نفهد التقنية اولا جبنا ليف عصابي لحيوان الكالامار وضعنا الليف العصابي في محلول فيزيولوجي باش ما يموت هذا الليف ثم كملنا التركيب التجريبي كما ره مبين في الشكل واحد صبحة 131 فاول حاجة وضعنا الالكتروض وقصنا به الكومون الغيشائي على هذا الليف طبعا بجهاز الفوتمار يعني قصناش حال الغيشاء انتعه حال راه فيه الكومون ثم من بعد هذا فرضنا كومون معين حنا فرضنا كومون معين على غيشاء الليف باش نلغيه باش نلغيه هادك الكومون الغيشائي الموقع كيفاش قمنا بارسال سيار كهربائي معين عبر الكتروض التزويد المتصل بهيول الليف يعني ببساطة حنا لما قصنا اول مرة كومون الغيشائي تعليف وجدناه ناقص 75 ميلي فوتم حنا قلنا بلي لازم نفرض كومون باش يعطينا 0 ميلي فوتم فوش درنا وضعنا الالكتروض ورسلنا طيار كهربائي للليف يعني رسلنا تنبيه فعال للليف هو كان ناقص 75 ميلي فوتم حنا قلنا نرده 0 ميلي فوتم يعني قلنا نفرضه 0 ميلي فوتم فوش درنا واش نديره رح نرسله رح نرسله تنبيه ولا رح نرسله تيار كهربائي قدره زائد 75 ميلي فوتم هاده هو مكون هاده التجربه هاده باش تبيننا بانه تنبيه الكهربائي الفعال لليف عصابي رح يغير من الكومون الغيشاء انتحه فالتجربه التعنا كان ناقص 75 حنا ضفنا تنبيه قدره زائد 75 ميلي فوتم فغيرنا الكومون الغيشاء للليف ورجعه النا الى 0 هاده فقط واش لازم تفهم من هاده التجربه الان كانوا نلاحظه طبعا رح يكون كاين سؤال فى البالى تقول لي عليه اسمره profitable ليف عصابي ليه حيوان الكالامار ومستعملنه شتى انسان ولتع فقر ولتع اي حيوان اخر فليف العصابي شتى الكالامار عليش استعملنا فهذه السجارة لانه اولا القطر التاعه هو 1000 ميكرون يعني حوالي 1 ميلي ماك بدلا من 1 حتى 3 ميكرون عند السديات يعني القطر التاعه هذه الليف يكون كبير بزاف مقارنة بالالياف تاع باقي سديات اللي يكون القطر صغير بزاف لانه شحل ما كان القطر كبير شحل ما سهلنا قياس الكومون الغيشائي من جهة اخرى الليف العصابي تاع الكالامار يبعد حي لعدة ساعات في ماء البحر ولف سائل فيزيولوجي لانه نذكر كالامار هو حيوان بحري فلما نوضع سائل فيزيولوجي شبه الماء البحر الليف العصابين تاع رح يبقى حي لعدة ساعات عكس الالياف الاخرى لقدرة تقلعها من ناس 2 شامل وتقريبا في كل التجارة وفي البكالوريات يقول لك ليس عصابي للكالامار الان العنصر الرابع وهو آلية النقل المشباكي ولازم تركز معي في هذه لأمن كما كنت قل كومون العامل أو السيالة العصابية اللي تكون على شكل موجة زوال الاستقطاب تنتقل على مستوى المشابك في اتجاه واحد من الخلية قبل المشباكية إلى الخلية بعد المشباكية جامل سوقا الرسالة العصابية تنتقل من الخلية بعد المشباكية إلى القبل المشباكية أبدا دائما من القبل المشباكية إلى البعد المشباكية بفضل ماذا تكون قلنا كومون عامل كومون عامل كومون عامل لما توصل للشكل المشباكي تحول إلى مبلغات كيميائية وهذه المبلغات الكيميائية من بينها الأسيسيل كولين نتعقل لهذا الإثم لأنه هو المستعمل في أغلب الأوقات على مستوى المشابك وهو اللي رح نبقى ونو تدرسوا عليه كل الدروس ذراها جاية إذا قولوا بأن الرسالة العصابية تكون مشفرة بتواترات كومونة العامل في العصبون قبل المشباكي ثم تتحول إلى رسالة مشفرة بتركيز المبلغ الكيميائي على مستوى الشكل المشباكي ومن بعد رح تتحول إلى مرة أخرى كومونات عامل على مستوى الخلية بعد المشباكية ولكن سؤالي يبقى مطروح ما هو مقر تأثير هذا المبلغ الكيميائي عرفنا على مستوى الشكل المشباكي ولكن أين بالضبط؟ وما هي تغيرة ناجمة عن هذا المبلغ الكيميائي؟ هذا اللي رح نشوفوه الآن في العنصر الخامس لي هو مقر تأثير هذا المبلغ الكيميائي أسيسي الكولين هنا نعرفه بالضبط عرفنا باللي على مستوى الشكل المشباكي ولكن أين بالضبط؟ فقمنا بتجربة المرحلة الأولى من التجربة هو حقدنا في الشكل المشباكي مادة ألفا بنغاروتوكسين المشعة وبعد مدة فحصنا هذه المنطقة يعني فحصنا منطقة الاتصال بالمجهل الإلكتروني فتحصلنا على هذه الصورة الممثلة في السفحة 132 المرحلة الثانية من التجربة حقلنا الأسيسي الكولين في الشكل المشباكي لمشباك أخر فلاحظنا تسجيل كومون عامل بعد مشباكي كومون عامل بعد مشباكي المرحلة الثانية من التجربة وهي الفاصلة حقلنا مادة ألفا بنغاروتوكسين في الشكل المشباكي ثم حقلنا من بعدها الأسيسي الكولين فما سجلنا شكومون عامل بعد مشباكي ما تفسير هذا المرحل؟ المرحلة الأولى لما حقلنا مادة ألفا بنغاروتوكسين المشعة في الشكل المشباكي لاحظنا تمركز الإشعاع في الغيشاء بعد المشباكي هذا يدل على وجود مستقبلات غيشاء في هذه الغيشاء هي التي استقبلت مادة ألفا بنغاروتوكسين وسبتتها هذا الذي أعطينا مظهر الإشعاع المرحلة الثانية لما حقلنا الأسيسي الكولين في الشكل المشباكي سجلنا كومون عامل بعد مشباكي هذا يبين بأن الأسيسي الكولين كمبلغ كيميائي لما يفرس الشكل المشباكي سينبه الخلية بعد مشباكي ستعطينا كومون عامل هذا نعرفه المرحلة الثانية حقلنا ألفا بنغاروتوكسين ثم بعد مدة حقلنا الأسيسي الكولين طبعا في الشكل المشباكي فما لاحظنا حتى كومون عامل في الخلية بعد مشباكي إذن واش نستنجو؟ نستنجو بأن الغيشاء بعد المشباكي يحتوي على مستقبلات غيشائية للأسيسي الكولين هي مصدر نشأة كومون العامل في الخلية بعد المشباكي وإذا رك تلاحظ هنا إذا كنت تلاحظ مليح مليح الصورة هذا هو الشكل المشباكي هذا وهذه الخلية بعد مشباكية إذن هذه الخلية قبل مشباكية سينوجيك فإذا رك تلاحظ رأنا نلاحظ كين بالزاب حويصيلات هذه الحويصيلات هي حويصيلات المبلغ الكيميائي لأن الخلية قبل مشباكية هي اللي تفرض هاد مبلغ الكيميائي وبالتالي نستنجو بأن المبلغ الكيميائي اللي عفد حويصيلات هو الأسيسي الكولين لما يوصل للخلية قبل مشباكية كومون عامل سيفرض على مستوى الشقة المشباكي ومن بعدها راح يتثبت على طول غيشاء الخلية البعد مشباكية على مستوى المستقبيلات الغيشائية خاصة بها ولما يتثبت على الغيشاء البعد المشباكي هذا راح يولد كومون عامل بعد المشباكي اللي راح ينتقل على طول الليف إذن نعود نكرر ما عليش نعود نكرر بشتر الصخل معلومة أكثر فنقولوا بأنه الغيشاء بعد المشباكي يحتوي على مستقبيلات غيشائية من المبلغ الكيميائي الأسيتي الكولين هي مصدر نشأة كومون العمل في الخلية بعد المشباكية هذه يضعها في بالك إذن مدام نهضرنا بزفع للمستقبيلات الغيشائية على الأسيتي الكولين يلا نتعرفوه على البنية نتاعها أولاً حاجة اللي لازم نتعرفها بأنه هذه المستقبيلات الغيشائية اللي نوجدوها بالخلية بعد المشباكية هي ذات طبيعة بروتينية ذات طبيعة بروتينية وكل مستقبل من هذه المستقبيلات يحتوي على خمس تحت الوحادات البروتينية واحد زو ثلاثة ربعة خمسة تحت الوحادات البروتينية اللي تختارك طبقتي الفوسفوليبيد وهذه الوحادات البروتينية تدير في الواسط في المركز القناة وإذا رك تلاحظ بأنه هذا المستقبيل الغيشائي عنده موقعين هذه الموقعين خاصين بتثبيت المبلغ الكيميائي أفيتيل كولين ولكن الآن كيفاش تخدم هذه المستقبيلات الغيشائية؟ إذا تدعى هذه المستقبيلات الغيشائية بالقناوات المبوبة كيميائيا أو المرتبطة بالكيمياء هذه درعا في بالك نتميوا قنوات مبوبة كيميائيا يعني تغلق وتفتح إلا بوجود أو غياب المبلغ الكيميائي فكنا نشفنا بأنها تتميز بوجود موقعين لتثبيت المبلغ الكيميائي وهو الأسيتيل كولين فلما ما يكونش كاين في الشق المشباكي ستبقى القنوات مغلقة ولكن لما يفرز المبلغ الكيميائي في الشق المشباكي ويتثبت في الموقعين ستفتح هذه القنوات مسببة دخول شوارد الأن آ بلوس إلى داخل الخلية بعد المشباكية هذا الدخول إلى هذا الشوارد الأن آ بلوس هو اللي يسبب موجة زوال الاستقطاب والله نسميها كومون عاما بعد المشباكي إذن هنا العنصر واحد هو الأسيتيل كولين العنصر اثنين هو موقع تثبيت الأسيتيل كولين ثلاثة نبين قناة مفتوحة الربعة هي شق المشباكي خمسة خلية بعد المشباكية ستة غشاء بعد المشباكي سبعة قناة مغلقة إذن لما ما يكونش كاين الأسيتيل كولين في الشق المشباكي راح تبقى القناوات مغلوقة لما يفرز في الشق المشباكي سيتثبت عليها مما يسبب فتح هذه القناوات وتدخل شوارد الأن آ بلوس من الشق المشباكي إلى داخل الخلية بعد المشباكي إذن الآن سنعطي لك خلاصة عامة كلية على وشترة كآلية نقل المشباكي تبع معي ملياسر إلى اليامين أولاً عدنا خلية قبل المشباكية ثم خلية بعد المشباكية هنا حويصلات بها الأسيتيل كولين هذا شق مشباكي وهذا مستقبلات غشائية للأسيتيل كولين لما أعطيه تنبيه فعال للخلية القبل المشباكية يكون تنبيه قوي وفعال هذا رح يولد كومون عامل قبل المشباكي كومون العامل رح ينتقل حتى يصل للذر المشباكي لما يوصل للذر المشباكي سيتم التحام الحويصلات اللي فيها الأسيتيل كولين مع الغشاء القبل المشباكي فوجه يسرع رح تفرض هذه الحويصلات أسيتيل كولين في الشق المشباكي ولما يفرض رح يتثبت في موقعي التثبيت على مستوى المستقبلات الغشائية بعد المشباكية لما يثبت رح تفتح القنوات مما يسمح بدخول شوارد شكونيات شوارد هي شوارد الان افلوس لما تدخل الشوارد عبر القنوات إلى الخلية البعض المشباكية هذا رح يولد كومون عامل بعد المشباكي لأن الخلية تكون في حالة صراحة لما تدخل الان افلوس رح تنشطها وبالتالي رح تعطينا موجة زوال الاستقصاص وهذا رح ينتقل عبر كامل الليف وهكذا تنتقل الرسالة حتى توصل إلى نقل التنفيذ وهذا نكملنا درسنا ساعة اليوم درس بسيط آلية النقل المشباكي هذا السؤال يجب أن نفهمهم لأنهم مالعبات لكي نستطيع أن نفهمهم أكثر وما زلنا سوف نفهمهم أكثر نتعرف على حالات أخرى على مستوى المشابك ودور البروتينات في الاتصال العصابي نستقل في فيديو آخر إلى ذلك الحين نقول لك شكرا على حسن إصغاء المتابعة ومع السلام نعم